السلام عليكم اليوم بيت نهضر لكم على التأثير ديال الحلاق مجلود على شكل وجه عند الاطفال وعلى شكل ديال الاسنان وعلى التحصيل الدراسي سنعرفوا بان الحلاق مجلود او التعفن ديال الحلاق مجلود والانتفاخ ديالهم هو مرض اجباري عن جميع الاطفال لانه هم الحاجز الاول ضد الميكروبات ومنها تتم تعرف على جميع الميكروبات اللي كانت في الجسد والطفل تي يقوي المناع عن ذاته وبيانا ماشيقع الحلاق مخصوم يتحيدو وماشيقع جلود خصوم يتحيدو كتكون ديسكوسيون مع طبيب الاطفال وكنشوفو كن ايواليو الانفان وكنقولو واش خاصو يفتح او لا لا فالحلاق مهما هادو اللي حيدنا هم وهادو هما جلود كيكونوا في هاد البلاسة جلود وراء النيف فممكن استنترو بانا أثناء النوم نفس تيدوز من من النيف الى القفاص الصدري فهيلا كانوا جلود ولكن الحلقم تحبسو لنا هاتنا هذا النفس باش يدوز فالنفون تحل الفم دياله لأنك تصلو إشارات من الدماغ باش يتحل هذا الفم باش يدخل لنا النفس لصدر ديالنا وتوصلنا نسبة كافية من الأكسجين فأثناء الاختناق ولم يكون عدنا هذا الحلق مجلود كبار بزاف كي سببو الاختناق فالدماغ ترسل إشارات الفم باش يتحل وتعطينا إشارات أيضا للقلب لأنه يكون عندهم منك دوكسجين نسبة لكسجين قليلة فالطفل بدلا ما ينعس براحة ويستمتع بالنوم ويوصل للمراحل النوم البروفان والنوم العميق اللي كترتاح فيها الجسم واللي كتبتو المعلومات اللي كي ياخد في المدراسة واللي تياخد خلال الحياة فتيولي بحالة يدير السبور في الليل نسبة لكسجين تتنخافض شوية والقلب يخدم بزاف لأنه يتم إفراز واحد المادة سميت على دغانالين ويكون واحد ويكون لاتادوستخيس كاردياك وإفراز واحد الهرمونات كثيرة نهضرو عليها في البنية تصمع وهذا نسبة لكسجين تتطلع وكتنزل كتسبب لنا إفراز واحد المادة سميتهم لغاديكوليب غلى المواد الحرة اللي كتسبب لنا تأثير كبير على الخلايا الجسم كاملة فهنا هي تكون هو النفس العادي ومن يتنولي وتنشخرو تكون لدينا هذا النفس متقطع شوية اللي عندنا لابني اللي هو انقطاع النفس بالمرة والقطاع النفس يسبب لنا انخفاض نسبة الأكسجين في الدم وانخفاض ضربات القلب فالجسم دماغ ديالنا تعطينا إشارة بأننا خاص ننفقه فالنفونت يفيق مرات متعددة في الليل لأنه مخنوق لأنه مقجوج وكيف يفيق باش يعاودي ينشط لنا القلب وباش يعاودي يدير الفاغ والمجهود العضلي باش يتنفس كوريكت باش يتنفس بشكل معادي فهنا هي تلاحظو طفل عنده جلود وهنا هي الصابي بدل الهواء منخفض فهنا ينبعد العملية تلاحظو بأن الصابي بدل الهواء ارتفع فالنفون ديورون لاجورني واخا هو فيق في النهار تيدل كي يتطر يبدل لابوستور ديالو يبدل الجسد نتاعو باش يتأدابتا مع ذاك الخنيق اللي عندو مع النف اللي مسدود فهنا هي الجسم تيدفع الرأس القدام اللي إلا دفعنا الرأس القدام تيدزاد الوزن ديالو تيدزاد بتلاتات المرات فتوليوا عندنا دي سير فيكالجي عند هاد الانفون توليوا تيدروا عنقو تيدروا رأسو وبالمرات متنعرفوش اشنا هم الأسباب تندوروا من طبيب للطبيب لأنه عندو آلمة الرأس وآلمة العنق بدون تفسير فهذا هو شكل عادي ديال الرأس بغابور على كولون فرتيبغال عند إنسان غير مريض فالانفون ديال كيلة كانتين عز فمو محلول فهذا مشكيل وهذا الوجه انتاع ابنية عادية من اني كبرات تبدل شكل ديال وجه ديالها وهذا العظم الفقاني والتحتاني تيد كي يكبروا بواحد شكل متلات كي نسميه ولو تخيون قللو بغمودا وكي ولي وعدنا بعد المرات البروكسيزم ولو التغزاص ديال السنان كنسمعو الانفون تغزص سنانو في الليل تيتحرك بزاف تيحرك رليه بزاف ممكن تلقاه تي عرق لأنه كي ما قلنا بحالة كيدير السبور نسبة الوكسيجين تتنخافض شوية كطلع وكاتعطينا واحد استيميلاسيون تاع بزاف الخلايا في الجسم فنفهمو علاج الانف مدير باش ينقلنا الهواء يصفي يصخنو ويدوز دينا القفاص السدري إلا كانت تنفس من الفم فكما كيتم بش هاد العملية وتيتم انتفاخ الجلود والحلاق بشكل كبير الدراجات الخنيق فمني الانفون كيتكون كيتنفس بفمو فاللسان ما تيبقاش لسق على هاد الهات لانا اللسان مدير بوستوم للاك خواسنس ديال هاد العضم اللي كي شكل لنالهات فهاد العضم ما تيكبرش بشكل عادي لان الفم تيكون محلول وهاد العضلات اللي كتبقى محلولة دايما تتقوى لانها خدامة ديما فكتضغط جانبيا على هاد العضم مما يغير شكل ديالو كيو اللي متلات متلات هو كي هز سنان كايكبرو لنا هاد سنان تبتلو سنانة الحليب فمني تيكبروه ما تيلقاش لبلاساوتي ولي وعدنا تراكم تلاسنان ولا لو شوفوش مون دونتاق فهاد المرحلة خاصنا نديرو سلك ديالسنان ولكن خاصنا نداوي وسبب اصلا لانه هو الحلاق مجلود غالبا عند الاطفال ممكن تكون اسباب متعددة نقشوها في تيوفات خرين ولكن اسباب الاكتر انتشارا عند الاطفال هو الحلاق مجلود فهدا هو شكل تلفوم تيبيك اللي تيكون عند هاد الوليدات اللي تيعاني ومن اللي خطيناك بسبب الحلاق مجلود وتيكون عندنا كما قلنا لبروكسيزم ولا وشوفوش مون دونتاق وتيكونوا بزاف الاشكال الميهم بان الفم خاصو يبقى محلول باش يدخل الوكسيجين كما بان نسبة الحموضة في الفم كتبدل لبا اشتين قص مما يسبب تسويس الاسنان وكتجي الام كتدول كنا تانع تاني بصحة الاسنان ديال الطفل ديالي ولكن ما عرفتش علاش عنده السوسة فسسوسة نتيجان اختلاف تغير الحموضة انتع الفم فتيتوسوا ليسنينة تنتهوا شكل اخر بان هاد العظم التحتاني تيافونسي لانا اللسان تيدفعوا ما تيبقاش طلع الفوق فاللسان تيدفعوا وتيخرج علينا هاد العظم في التحت والوليين تيبان بانه ما عندوش الحميكات والعظم التحتاني زي القدام بالسف اضافة لتهيج هاد العضالة اللي دابها هاد الفرم اللي اسميتها البروكسيزم اللي يقولنا والتغزاز انتع سنان كلاسي من طرف الجامعية العالمية للنوم وجامعية العالمية لطب الأسنان والأنف الأدن الحنجرة كنوع من انواع الاختناق اثناء النوم ولا الابنينتصومي فبنسو هاد طفل اللي مني كيتقج يعني من تنقولو اختناق فهي ما كينش تنسبة نفس كالدوز للصدر فالوكسيجين تيينقص في الدات نتعنا ونوفون تيدين لما في حواجه وهدي من الاسباب تبول غير الارادية عند الاطفال اللي كيكونوا ما معروفش لأسباب ديالها وليزنوفون تيكون عندهم فرط افراط في النشاط والحركة لأن العقل ديالهم مع امرهم ما تيرتح مع امرهم ما تيوصلوا لصومي بخوفون اللي تيمكن من تجديد النشاط والتحسين الذراسي انتهم تيكون غير عادي وكتزاد نفسيا انتهم لأننا تنقارنوهم بالاخرين والتي بدلوهم جهود كبير وما تينجحوش وما تيجيبوش نقاط كبيرة فلأنهم مع امرهم ما تيوصلوا لنسبة الراحة انت على الاطفال الاخرى وبأن حتى تسجيل ديال الكهرباء في الدماغ تيكون عندهم كتير يعني دماغهم دماغتهم كما انك تكون تسبب لهم السمنة بسبب افراز انت على واحد الهرمونات في الليل نتناقش انهضرو عليها في فيديو انت على بنيت الصومي وكندخلوه في واحد حلقة مفرغة السمنة كتزيد من الابنيت الصومي من انقطع التنفس وانقطع التنفس تيسبب السمنة وكندخلوه في حلقة مفرغة فهنا انسي تانت غناتين ابو تشوفوه كيف سر كيفاش التنفس تيأطر على على الشكل تلوجه كيفاش تيأطر على صحة وعلى الالتهابات عند الدري صغير كيفاش تيأطر على النوم وعلى التحسين العلمي كيفاش تيأطر على الحركة على الافراط الحركي ديالو على الخلايا نتعوه على القلب على الاتنسيون وعلى النمو وديالو بشكلها فهنا يلي غيفرانس بالنسبة للناس اللي بغاو يشوفوهم وهنا الفيديو وشكرا